خلينا اول شي نشوف الطاقة لبرج الحمل كيف حتكون هادي الشهر. ان شاء الله يكون احلى من الشهر الماضي. فانو الحمل دايما بتعبانين تعبانين. وفعلا انا بعرف ناس كتير من برج الحمل التعبانين. فخلينا نشوف طاقتكم. واو. طاقتكم هاي هي. هاي تفتكس. اللي هي راح تكون مثل انت محصن تماما. وليكن حصانة خلينا نقول عناية الهية اكتر ما هي منك انت جهد منك انت. راح تكون خطواتك مباركة خلينا نقول طاقتك هاي في الشهر عم تتحلى بالقوة اللي نابعة من داخلك. نابعة من يعني من روحانياتك. فالظهر انو روحانياتك عالية هيدا هذا الشهر. بالفترة اللي قلنا عنها. فرح تستمد طاقتك من داخلك. ما رح تستمدها من الخارج ولا من اشخاص ولا رح تستعين في احد. ولكن اه قوتك رح تكون داخلية. فحلو كتير. انو رح يعني رح تستغل الطاقة الكامنة فيك. اه لحتى تعرف تبشي امورك هذا الشهر. خلينا نشوف بشكل عام ازا. اه توقعات برج الحمل. اخ ليش حزين يا برج الحمل? كل مرة كل شهر بتمنى انو تطلع من هاي الطاقة بس اه شكلها عالان فيك. شكلها عالان فيك هاي الطاقة لها فترة. طبعا احنا بنفتح بشكل عام. العاطفة ازا بينت عنا بنحكي العمل الصحة السفر. اي شي ببين بنحكي عنه. ما حكينا عنه فما بيكون اه ما بيكون موجود بالورق او ما بيكون في فرصة كبيرة لاله. يعني احيانا بالقراءة يعني ما ببين عندي سفر. فبسألوني بالتعليقات انه طيب ما حكيتي عن السفر. ما حكيت عن السفر لانه ما في فرصة للسفر. ما في يعني قداني بين في فرصة للسفر. لذلك انا ما ذكرته. فعلشان هيك يعني بتتمنى انه تتفهموا الموضوع او القصة كيف بتصير. عم بشوفك يا برج الحمل. ببداية هاي الفترة خلينا نقول اول اسبوع. اه شايف في احلى شي انه في تمرحل في اه مراحل في الموضوع. عم بشوفك تقوى شوي شوي بهذا الشهر. اه في حدا خذلك خذلان يعني اللي هو كبير. اه اكتشفت موضوع معين اه خلاك تاخد فكرة عن اشخاص او شخص. اه عزيز عليك كتير. يعني متل اه كنتو يا اما سول ميد يا اما يعني شخص على الصعيد العاطفي او على اه صعيد الاصدقاء كمان ممكن يكون. ممكن يكون هذا الصديق كمان في العمل. اه فعم بشوفك اه متل خلص اه بعد هذا الشخص اه انزويت شوي او انطويت شوي على حالك اه او حتى اه حبست حالك اكتر اشي ما عم تطلع ما عم تفوت ما عم تحاول انك تغير طاقتك. عم بشوف متل تعبان خلص اه في عندك اه صار اه عدم امان للاشخاص اه ما عم تعطي فرص للاشخاص. اه في اشخاص جديدة عم بتمر بحياتك اه في هاي الفترة ولكن عم بشوفك اه واقف هيك جامد ما عم تعطي فرص للاخرين بسبب اه حب قديم بسبب خضلان من حبيب يمكن يكون قديم من صديق. فعم بشوفك في بعد هاي الفترة او بعد هادا الاسبوع اه عم بتكافح او عم بتحاول تدافع عن نفسك بتحاول تكافح لحتى اه تمشي بهاي العلاقة او تمشي بهادا الموضوع. بس طاقتك هون قوية كتير. طاقتك نارية اه عم بتكون طاقتك قوية وزي ما قلنا قبل شوي بطاقتك هذا الشهر بالاوراق الطاقة. دين عندي انه في عناية الهية فحتى لو ما انت كافحت حتى لو كزا. اه خطواتك هذا الشهر مباركة. وعم بشوف عم ترجع الامور شوي شوي تهدى. عم ترجع الامور تصفى بينك وبين اه شخص قديم. شخص اه ممكن يكون حتى على صعيد العمل. اه سبب لك اه مشاكل سبب لك كزا. فعم بيحاول هذا الشخص انه يتقرب منك. عم بيحاول انه يعني يغير الطاقة اللي بناتكم. ولكن انت انا شايفيتك ما اخد خلص اه اللي هو اه يعني ما عم تقدر تتقبل هذا الشخص بعد الخضلان او ما عم تقدر تسامح. عم بشوفك عم بتسامح بعد فترة ولكن اه في هذا التوقيت اللي هو رح يجي فيه هذا الشخص عم بشوفك كتير اه اه لا يعني ماسك اسلاحك و اه يعني مش متقبل ابدا اي موضوع. شايفتك بشكل عام عم تقدم على اه خطوة ممكن تكون في العمل فرصة جديدة في العمل وعم بتكون كتير اه متحمس لالها. ممكن يكون عمل جديد على فكرة. عمل جديد اله علاقة في الابداع. اله علاقة في ممكن اه يعني هو متل عمل حر او اه شركة ما بين ما بينك وما بين شخص تاني ممكن يكون اه ولكن هاي الخطوة يعني جدا رح تكون متحمس لها ورح تكون اتمر على خير يعني انا شايفة هذا المشروع او هاي الفكرة. ازا تبلورت رح تكون في هذا التوقيت خاصة اه رح تكون جدا مباركة هاي الخطوة. الشخص ممكن يكون اه هوائي اكتر اشي ممكن يكون سرطان ممكن يكون اه يعني من الابراج لا من الابراج الهوائية او سرطان من الابراج الهوائية اللي هي بنعرفها ميزان اه دلو جوزاء ممكن هدول الاشخاص تفتح معاهم مشروع بيكون ناجح. مو شرط هدول بس الاشخاص ولكن ازا كانت عندك فكرة انه تفتح مشروع او تبلور فكرة او اه فانا شايفيتها ماشي على خير او انه عمل جديد هو رح يجيك كفرصة. عم بشوف اخر فترة عم بشوف اه في هذا الشخص اللي قلنا عنه خذلك او اه كذا عم برجع عم برجع بروح جديدة عم برجع اه بي اه والقراءة حبايبي ممكن تكون عكسية لانها قراءة عاما اكيد خاصة القراءات العاطفية. اه فهون مبين انه الوضع عن الوضع العاطفي هاي الاوراق اه مبين انه هادا الشخص اه فعلا في حب حقيقي بينك وبينه اه هذا الحب اه اد ما يعني اد ما عملت طرف التاني او اد ما عملت انت فبترجعوا لبعض كل مرة بترجعوا اه لبعض فشايفة انه اه هادا الشهر او هاي الفترة كتير حلوة بالنسبة للعاطفة خاصة للاشخاص اما المطلقين او المنفصلين شايفة انه اه الشمس عم تشرق اكتر على حياتهم الشخص المقابل او الطرف الاخر اه رح يرجع بروح جديدة رح ينعيش هذا الحب رح يتحركش اه فيك و اه غالبا اذا كنتوا منفصلين فانا شايفة يعني رح يحاول انه يكافح مشانك هذا الشخص اه شايفة ممكن احتمالية كبيرة انه يكون فيه بالمستقبل ارتباط او اه شي رسمي بناتكم حتى لو كنتوا على ارتباط يعني مرتبطين حاليا او منفصلين فشايفة فرصة كبيرة بالمستقبل الارتباط لاني شايفة فيه اشخاص كتير متمسكين داخليا في بعض صحيح فيه مناوشات فيه قصص عم بتسير فيه ولدنة من الطرف الاخر او منك ولكن بالنهاية عم تجتمعوا عم تجتمعوا على خير وعلى هداة بال وحتى لو كنتوا متزاوجين فممكن هذا السيناريو ينطبق عليكم انه في عندك نهاية وبداية جديدة هاي النهاية مش النهاية اللي احنا يعني بنعرفها او الموت اللي احنا بنعرفه لا هي عبارة عن نهاية لابد منها نهاية لشيء سيء في حياتك اما تكون ادمان ادكشن اما يكون طبعا الادكشن الادمان انتو بتعرفوا انه اكتر من نوعي يعني مو شرط انه ادمان ادمان ممكن يكون ادمان جنسي ممكن يكون ادمان حب على شخص ممكن يعني فيه له كتير معاني الادمان فشايفيته عم ينتهي وعلى فكرة هذا الكرت ممكن يكون اه نهاية لعلاقة ثالثة لانه انا بشوف هنا في طرف ثالث عم بيوقف اه يعني تجاه هاي النهاية ما بده هذا الموت لعلاقتهم مع بعض ولكن اه النهاية لابد منها والبداية عم بشوف الطرف الثاني عم بيقدم لك اه يعني عرض عم بيقدم لك اعتزار عم بيقدم اه خلينا نقول صفاء نية فكتير معقول هذا الشهر يكون رجوع للمطلقين او للمنفصلين وشايفي فيه تطور حتى للمرتبطين ايضا انه تطور العلاقة اكتر اه شايفي فيه حميمية اكتر بين المرتبطين اللي على علاقة اللي مش منفصلين شايفي زيادة في انه تدخلوا في بعض اكتر اه شايفي فيه امان اكتر عم بتحس كل واحد عم بيحس ناحية التاني بامان وعم يلجأ له بالمشاكل عم يلجأ له بكتير امور اه عم بتبين عندي الطاقات اكتريتها طبعا فيه عنا قوس فيه عنا اسد فيه عنا سرطان اه اه وكطاقات الهوائية والنارية والمائية طاغية بشكل فضيع بالنسبة للعمل بشوف انه طاقتك هاي الشهر كل هاتها راح تكون رسم حدود عم بترسم حدود او اه خلينا نقول اه يعني حد لكل شخص كان يتمادى في السابق كنت في السابق انت الحمل كنت تمشي كتير كنت خلص تهمش يعني اللي بيعملك شي او كزا تهمشو لا هاي المرة عم بشوفك كتير عم بتوقف اه وقفت يعني اسد خلينا نقول وقفت اه خلص انه هذا حقي وانا بدي اياه وكزا وعم بشوف كمان رجوع اه حق ازا كان اه في العمل او في العاطفة في حق رح يرجعلك اه في كارما رح تسير في الموضوع فشايف تقدم كبير هذا الشهر اه على جميع الاصئلة ان شاء الله لبرج الحمل اه بس انه ينتبه في شخص جديد ممكن يعرض عليه عمل هذا الشخص الجديد ممكن يعرض عليه عمل او يعرض عليه علاقة عاطفية اه بس انه يحترس من هذا الموضوع اه هذا الشخص ممكن تكون طاقته هوائية ممكن يكون طبعا ايا من الابراج الهوائية اه وممكن غير هيك يعني مو شرط اه ولكن هذا الشخص فيه من وراه مش يعني شر فيه من وراه يعني قوف وكزا فكنت ازا كنت داخل في علاقة جديدة كتير جديدة بدك تكون حذر من هذا الشخص او اذا فيه شخص بدك تدخله في حياتك في هاي الفترة كون حذر منه ما عم بقولك لا تعطي فرصة عادي جدا ولكن اه بدك تكون محترس وما تعطي الامان او الاسرار اه بشكل اه كبير من اولها لما تتأكد من هذا الشخص مية بالمية اه اعمل هاي الخطوة لانه عم بشوفك شوي طاقتك متسرع هاي الفترة عم تاخد خرارات عم تمشي بسرعة مليت من الجمود مليت من الكسل فعم تاخد خطوات عم تاخد خطوات بجرأة بنارية فلا هد شوي وفكر بالامور قبل ما يعني قبل ما تعملها هذا اكتر اشي اه بيان اذا كان في اه شايف البعض في عندهم اه خلينا نقول طفشان يعني من كل شي حابين يسافروا في فرصة سفر فعلا حقيقية وحلوة اه خاصة خلينا نقول على الصعيد العملي اللي بدي يسافر على عمل وشايفي في ناس عم بتسافر كسياحة مع الحبيب يمكن مع فشايفي فيه سفر اه في الموضوع هذا اكتر اشي حبايبي اه خلينا نشوف اه من ورق تاني اذا فيه اي تفصيلات اخرى او مواضيع شايفيتك يبرج الحمل عم تزيد رحانياتك كتير عم تصلي كتير لموضوع وهذا الموضوع رح يصير بهاي الفترة هاي الامر هي رح تتحقق في هاي الفترة فيه شخص كان متسلط في حياتك قريب كتير جدا منك هذا الشخص اما رح ينتهي اه تسلطه رح يتغير هذا الشخص في هذا الشخص على فكرة قريب كتير ممكن يكون على الصعيد العاطفي لانه هذا الورق انا فتحته للعاطفة فهو شخص شوي كان متسلط في السابق ولكن عم بشوفه بتغير هاي الفترة عم بصير حنون اكتر عم بيغير شوي من افكاره بتنازل شايفيتك بالبداية رح تكون يعني حامل حمولك وخلص تعبت ورحت خاصة انه فيه احتمالية كبيرة انه يكون فيه طرف ثالث في الموضوع شايفة نهاية تقريبا لا اه شفنا قبل شوي نهاية لطرف ثالث وفعلا فيه طرف ثالث يا جماعة اه طبعا ممكن يكون يعني مو شرط يكون اه خيانة ممكن يكون عمل ممكن يكون كذا فاذا كان عمل مثلا فهو رح يبلش يعمل توازن انه يعطيك اه زي ما بيعطي العمل اه للمتزوجين مثلا اه لاي علاقة عاطفية كانت مرتبطين او منفصيلين بشوف في اه انهاء اه لا يعني الطرف الثالث العائق في الموضوع رح يكون فيه نهاية لاله اه عم بشوف اه زي ما شفنا قبل شوي يعني كمان الورق عم بيأكد على بعضه اه عم بشوف اه كل واحد بشعر بالامان ناحية التاني اه شايفة فيه كيف بدي اه اوصلها الكم اه شايفة حتى لو ما كان فيه اه علاقة رسمية او زواج رسمي شايفيتكم اما مش انه بتعيشوا بنفس البيت ولكن اه رح تتعاملوا مع بعض كزوج وزوجة رح تتعاملوا مع بعض وكأنه كتير قريبين من بعض اه او انها بداية لمؤسسة مؤسسة زواج يعني بناتكم وشايفة انه الطرف الثاني مخبيلك مفاجأة او طبعا هاي القراءة عاطفية فممكن تكون عكسية شايفيته مخبيلك مفاجأة مخبيلك اه موضوع معين ولكن انت يعني عم تتعامل مع الموضوع اه بحذر او انه اه مش متفاجئ من هذا الموضوع مش كتير فرحان بال بالرجوع اه وكأنك يعني مشكك بالطرف الآخر مشكك باله bel بالشريك يمكن من كثر ما عمل شغلات او هيك امور اه شايفة مراقبة كبيرة من الطرف الآخر من الشريك يعني عم براقب بطريقة ولكن اه ما عم بيكون واضح في هذا الموضوع يعني عم براقب لكن مش حابب انك انت تعرف انه هو عم براقب بقي طيب خلينا نشوف عقلك الباطن الفترة هاي اكتر شي لوين رايح في الفترة الجاي اهتمامك العقل الباطن تبعك ازا في بشارة ازا في شي اه حبيبي قلتلك في شخص جديد رح يدخل حياتك فرح يكون بعقلك الباطن مثل صراع داخلي اه انك تختار ما بين شغلتين اما اما تختار ما بين الحبيب القديم الموجود من الاول والشخص الجديد اللي رح يدخل حياتك اللي قلتلك كون حذر شوي معه اه او انه على الصعيد العملي رح تكون بين خيارين بين عمل جديد وعملك اللي انت فيه او انك تترك الشغل وتمشي فرح يكون في قدامك خيارين تختار اه منهم رح يكون كتير اه صعب الاختيار ولكن انا شايفتك رح تختار الشي المناسب يعني على خير هاد هاد الموضوع ان شاء الله رح يتم اه على خير طيب في تحزيرات غير اللي قلناها خلينا نشوف ورق التحزيرات ايوه شوف حبيبي عم يكون عندك اه تقريبا هاي الفترة موضوع اللي هو عم بتبعقلك الباطن بتفكر بالامور باوهام كتير اه في امور عم بتضخمها عم بتضخم كتير الامور تحسب حسابات كتير تتستنتج تحلل تحليلات كتير عم بتعيش شوي بالوهم بالهواجس بالخوف عم بيأثر هذا الاشي على فكرة على صحتك فالتحذير انه لأ تنتهي هاي تحاول تنهي هاي الطاقة من من تفكيرك لانه ما ما بتستفيد من هالشي يعني طاقة سلبية هي اساسا وما في الها داعي يعني ورقك حلو فما في داعي للتخوفات والامور واساسا فكرت او ما فكرت النتيجة واحدة فمنطقيا لشو عم بتفكر بهاي الامور اه خلينا نشوف هيك اه واو اذا في نصيحة من الفيري كارز اه حلو كتير هاي الفترة عم بيقولك انه رح تعيش رومانسية بزيادة هذا الفترة الجاي فرح تعيش مع الحبيب او مع اله يعني رح تكون فيه رومانسيات كتير اه رح يكون فيه مشاعر جياشة خلينا نقول اه رح ترجع على قطقم زي ما بلشت اه مبين انه رومانسيات كتير يعني ما توقع تيطلع لكم هادا الكارت بس شي حلو بالنسبة الاشخاص اللي ما عندهم شريك يمبين انه فيه زي فارس احلام او زي مثلا عريس او علاقة جديدة اه عم تدخلوها وعم بيكون كتير اه حلو علينا ادخلوها وعم بيكون اى لكم الظاه May This one is gonna ask this one